ذكروا لأونسة غالبية الستات هما اللي بيوصبوا بالقولون العصبي أكثر من رجالهم طيب يعيني علينا يعيني عليكم ليه؟ لأن الاضطرابات الهرمونية والتغيرات الهرمونية المصاحبة للدورة الشهرية وللحملة وانقطاع الطمس وكلم ده لا ودغوطات الحياة إحنا الستة بتستحمل لأنها بقت تشتغل زيها زي الرجل أي وكمان مضغوطة في البيت فبدأ يجيلها ده طيب الأعمار القولون العصبي يصيب كافة الأعمار بدءا من الأطفال الصغيرين آه وغالبا بيبقى الأب أو الأمة أو الاتنين توطرهم ده منعكس عليهم مع النظام الغذاء الخاطئ اللي إحنا بديني نعمله مع الميديا واللي بتعمله في الناس فأصبح الأطفال يعانيون من القولون اللي هي العصبي واحدا ترجمة نانسي قنقر